طيلة عقود من الزمن خاضت قوات البشمرقة سلسلة ملاحم ومعارك دفاعا عن حقوق الكردستانيين معركة هندرين واحدة من الملاحم التي لها خصوصيتها التامة لأنها كانت ثمرة تعاون قوات البشمرقة مع قوات الحزب الشعي العراقي أجبرت خلالها الحكومة العراقية على تغيير مواقفها السياسية ففي الثاني عشر من آيار من عام ستة وستين وتعسمائة وألف قررت الحكومة العراقية آنذاك شن عمليات عسكرية واسعة النطاق استقدمت لأجلها خيرة الوحدات العسكرية ومنها اللواء الرابع الذي كان يعد من أفضل الألوية الجبلية في الجيش العراقي وأحسنهم تدريبا وعدة استهدفت الخطة للموضوعة احتلال مقرات قيادة الثورة الكردستانية في منطقة بالاكا ومن ثم شق كردستان المحررة إلى شقين وقطع خطوط التواصل بينهما وحيث إن جبلي هندرين وزوزك يشرفان على مدخل طريق هاملتون الذي يمر بمنطقة بالاك لذلك ركزت القوات الحكومية هجماتها على هذين الجبلين وتمكنت من احتلال بعض النقاط الستراتيجية في الحادي عشر من آيار اجتمع البرزاني الخالد بالقادة والمسؤولين في قوات البيشمرقة والأنصار لدراسة الموقف قرر بعدها التصدي لهجوم النظام العراقي تم تحديد ساعة الصفر عند الرابعة من بعد ظهر اليوم التالي مهد للهجوم بقذائف لمدافع الهون ومدافع هاوتزر الجبلية ثم شن أبطال البيشمرقة وهى قوات الحزب الشعي العراقي هجوما واسعا على القوة المهاجمة وخلال نصف ساعة الأولى لاحى النصر واضحا جليا وتمت السيطرة على مقر فوج من اللواء الرابع مع مقره الأمامي وتم قتل آمرها ومئات الجنود وهرب الآخرون تاركين وراءهم الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتم تطهير حوض جبل هندرين بالكامل من أي تواجد عسكري للنظام العراقي آنذاك قال الرئيس سعود بارزاني عن ملحمة هندرين في كتابه الموسوم باسم البارزاني والحركة التحررية الكردية بأنها كانت انموذجا مثاليا قل نظيره لثمرة التعاون الوثيق والانسجام الكامل بين قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والشعي العراقي انموذجا كان يجب أن تكون عليه الأخوة الصادقة بين الكرد والعرب فقد كان هناك عدد من الضباط والمقاتلين الذين شاركوا في القتال عربا دافعوا عن كردستان مع إخوانهم الكرد اشتركوا في القناة